لقطة مهمة جداً طبعاً الدنيا ملؤمة من بارح بسبب لقطة التسلل على لعب برشلونة لفندوبيسكي في ماتش ريال سوسيداد في لليجة في الدولة الأسباني طبعاً هناك التقنية النصف آلي لا حد بيحط خط ولا بيحط نقطة ولا الكلام ده قدامكم الصورة هي النهاردة بالمناسبة اللقطة دي قصرت الجدل وحصل اعترضات كثيرة جداً من برشلونة ولكن النهاردة لجمة الحكام في الدولة الأسباني اكدت صحة قرار حكم تقنية الفار طبعاً ده تقنية النصف اللي هي مفهاش زار بس تعالوا كده لو نعمل مقارنة هي مقارنة ممكن تبقى ظريفة دمها خفيف شوية ما بين اللقطة دي ولقطة مصطفى شلبي في مباراة سموحة والزمالك اللي قدامنا على الشاشة طبعاً مصطفى هنا راجع من التسلل بالعين المجرد هيتسلل بس عندها خطوط ما ترسمتش أصلاً يعني الناس عاملة جدل على فكرة بس ان الستارز اللي كان لابسه ليفندوبيسكي فرق بسنتيمترات بس التقنية طلعته تسلل ما بالك بلعبة زي دي مش اقولك بقى نصف قالي ده لعيب راجع من تسلل لا المساعد رفع تسلل ولا الفار رسم الخطوط وقالك أصلاً مخرج ما عارضش وهو أصلاً فيش الكلام ده ما حصلش وما حدش حاسب حد لا حد سألك كابتن عبر الشناء وانت فين من اللعبة دي تب فين ما يثبت لانت رسمته خطوط ولا حد يعرف حاجة شوف الفرق ما بين الناس في أسبانيا بتشتغل ازاي واللجنة بتطلع توضح وهنا ولا حد واخد باله من اي حاجة ولا حد بيعلق يعني ماتش برشلونة وريالسوسيداد تقنية النصفة اللي ما بتهزرش التقنية مرتبطة بالكورة على فكرة مش قصة حاكم بيحط نقطة هنا ولا خطوط بتترسم فالكورة التسلل حتى لو الاسترز بتاعك يعني زيت بالسنة شوف الناس بتعلق وبترد هنا لعبة زي دي الناس عاملة نفسها مش شايفة حاجة محدش حاسب حد محدش سأل عام بالشناء وفين خطوط التسلل مارسنتاش ليه محدش طلع تكلم ولا علق ولا اي حاجة خالص وده اللي بأكد لحضراتكم بعد مباراة الاهل وزد كل خبراء التحكيم أكدوا ان زد تعرض للظلم بسبب ركل الجزاء كل الخبراء اللي جايب أكدوا انها مش رقل الجزاء وعلى النقيد تماما في مباراة سموحة وزد مالك كل الخبراء هنا أكدوا ان سموحة ما تعرضش للظلم رغم ان سموحة تعرض للظلم بس ليه اختلاف المعايير هنا وهنا ما بين الاهل وزد مالك هي جملة واحدة انا مبارح قلت اسأل لعله عاسد جي لإجابات بس والله جات لإجابات كتيرة جدا وكلها ناحية قرار واحد اصل الاهل بيطالب بخمير اجنبي فخبراء التحكيم زعلانين فلما تطلع في مباراة الآلع يقولك الاهل ما يعني ما تعرضش للظلم ده الفرع التانية هي اللي اتظلمت ولما تيجي في مباراة المنافس يقولك المنافس كسب بالحق والعدل من الآخر المعايير بتختلف نتيجة ان الاهل بيطالب وجود خمير اجنبي من الآخر ده المشهد وده المقنة اللي عقبتها ما بين ماتش برشلونة وريال سوسيداد وماتش الزمانك واسموحة ولا حياتة اللي مانتونيدي